الشكوى التالتة فتكون نتيجة نفقد سلطان الجسد فيه سلطان للمؤمنين وفيه سلطان لجسد المسيح اللي هو الكنيسة كمجتمع كجسد مجتمع أقوى بكتير من سلطان الفرد في المسيح لأنه بيعرف الوحدة فيها قوة وأنه فيها قوة جبارة اللي ممكن تهدم كل أبواب الجحيم فلما يأتي بالشكاية بين المؤمنين وبعض نفقد الشهادة وشهادة أعظم قوة ضاربة ضد مملكة إبليس فتكون نتيجة أنه ما نعرفش نتكلم عن المسيح هو كسبان لكن مش كده وبس لكن لما يجي يشتكينا على بعض تكون نتيجة أنا أخذ جنب من الأسيس نزار لأن الأسيس نزار عمل كذا وعمل كذا فيها أو فلان عمل كذا وعمل كذا فيها فبالتالي أنا فاهم غلط وفي نفس الوقت مش قادر أغفر فتكون نتيجة أنا أخذ جنب ويكون نتيجة أنه يفترسني عندما أكون بمفردي ودي أهمية الوحدة فندين بعض في الشكاية على بعض ندين بعض وما نعملش وبتكون نتيجة أنه نعمل لصالحه فنشتكي بعضنا لكن المحبة تسكت كثرة من الزنون واللي يأخذ مكان لوحده على فكرة الذئب لا يهاجم خروف مع القطيعة لكن يهاجم الخروف الذي ينفرد بعيدا عن القطيعة دي الشكاية الثالثة أن يشتكينا قدام بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر